موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في حرقة جديدة من برنامج مؤشرين نتعرف من خلالها بالارقام والتحليل على اداء مشاركة البورصة المصرية اليوم الاحد اولى جلسات الاسبوع حيث هبط مؤشر بورصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة سمانية من مئة في المئة يسجل مستوى 10 الاف نقطة وتسعمائة ونقطتين واثنتين وعشرين من مئة من النقطة بينما ارتفع مؤشر الاسم الصغيرة والمطاصطة اي جي اكس 70 بنسبة واحد وواحد وعشرين من مئة في المئة وصعد مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة واحد واثنين من مئة في المئة هذا وقد قلص الرأس المسوقي لأسهم الشركات المقادرة بالبرصة بنحو 413 مليون جنيه ليصل الى مستوى 616 واثنين من 10 مليار جنيه عند الاغلاق بعد تدولات كلية تجاوزت الملياري جنيه تضمنت واحدا واحدا من 10 مليار جنيه تعاملات السوق السندات المتعاملين الرئيسيين ومشاهدين الكرام نتابع التقرير التالي حول اداء البورصة ثم نبدأ تحلينا لهذا الاداء طبقوا معنا في اولى جلسات الاسبوع تباين اداء مؤشرات البرصة المصرية في دلالة على اختلاف اداء سهمها ما بين الهبوط والصعود في ختام التعاملات البرصة تأثرت بعمليات شراء للمستثمرين المصريين افرادا ومؤسسات قابلتها عمليات بيعية من قبل المستثمرين الاجانب والعرب تأثرا بتسوية المراكز المالية مع قرب نهاية الربع الثالث من العام فضلا عن الترقب لمصير صفقة الاستحواز على شركة النيل لحليق الاخطان رأس المال السوقي لأسم الشركات المقيدة بالبرصة خسر نحو 473 مليون جنيه لأصل الى 616 مليار و231 مليون جنيه بعد اجمالي تداولات اقتربت من المليارين و200 مليون جنيه تضمنت قرابة مليار و100 مليون جنيه التعاملات في سوق ثندات المتعاملين الرئيسيين مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 ترجع همشيا بنسبة 8 من 100% بعدما كان قد سجل مكاسب في التعاملات الصباحية اقتربت من 1% قبل ان يواجه ضغوطا بيعية على خلفية مبيعات المؤسسات بينما صعد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة جيك 70 بنسبة 1 و21 من 100% كما ارتفع مؤشر جيك ساندريد الاوسع نطاقا بنسبة 1 و2 من 100% التداولات شملت 198 سهما لشركات مقيدة في البورصة ترجع 100 سهم منها وانخفض 66 سهما واستقر 25 سهما عند اسعار اغلاقاتهم السابقة سيدنا الكرام تابعنا التقرير حول اداء البورصة نبدأ تحلال لهذا الاداء مع ضيفنا في الاستوديو دكتور احمد الوطيفي الخبير الاقتصادي وخبير اسواق المال اهلا بحضرك دكتور احمد يعني بداية السوق اليوم اولى جلسات الاسبوع بدأ على حالة من التباين على رغم ان الاسبوع المنقضي تم حدثين مهمين جدا الاول هو الغاش هذا الفلاتينية وكان متوقع ان يكون هناك عوائد سيولة على البورصة والثاني هو تخفيص المفاجئ لسعر الفائدة على الرغم من ان اغلب الخبراء كانوا مؤكدين على ان هناك سياسة توسعية البنك المركزي في عملية التخفيض والاستمرار فيه يعني طبعا هو السوق ما تجوابش مع كل الاخبار دي وكان على رقصة طبعا خبر التخفيض الفائدة 50% لكن اعتقد ان السوق كان متأثر اكتر بالاداء الاسواء المال العالمية في خلال الاسبوع الماضي كان فيه تباين كبير جدا في حركة اداء الاسواء ما فيش اخبار ايجابية قوية ممكن تدفع السوق لاعلى مع ان السعود كان قوي الاجيكس 70 يعني احنا برضو لا نجمع ان ايجيكس 70 بيحلق في ارقام تراخية ما وصلش لها ولكن ايجيكس 30 فيه ضعف والضعف الموجود فيه وهو ناتج الاسوم القيادية بنك التجاري الدولي المجموعة المالية هيرمس الاسوم اللي هي ذات وزن كبير هي ضعيفة لا تملك اخبار حقية وقوية موجودة فيها وان كان ممكن خفض الفائدة هيكون ايجابي على المدى القصير وعايز اقول على المدى المتوسط زي مثلا بنك التجاري الدولي طبعا الاعباء هتبع فيه الاعباء مثلا الشهادات اللي كانت موجودة للمستثمرين او المدخرين بعملين ادعاية للشهادات في البنوك طبعا دي بتبقى اعباء كبيرة على البنوك نواب تفعل انترست سواء بقى البنك التجاري الدولي او البنوك المقيدة كلها في السوق او حتى البنوك الحكومية اللي هي كانت شارة العبء كبير لما كانت شهادة دي 15% ومدة سنة كان طبعا فرق كبير جدا شهادة 15% والتضخم في البلد ماشي في اطار 6-6% خمسة ونص ستة ففايدة الحقيقية كبيرة جدا هي المسافة بين الستة وبين الخمستاشر فايدة كبيرة جدا اللي كان بياخدها المدخرين وكانت بتخدم شريحة كبيرة من المجتمع لان المدخرين دولت يمكن بيكون مختلفين عن المتعاملين او المستثمرين في البورصة لكن هي اشارة برضو تقفيد الفايدة هي من العوامل المهمة جدا اللي هي بتأثر برضو على السوق ان هي مش المستثمرين هيشيروا فلوسهم من البنك ويروحوا السوق لأ بتأثر على قيم العدلة للشركات المدرجة في السوق كل ما انقفضت سعار الفايدة كل ما كانت القيم العدلة للشركات بتتأثر ايجابيا بهذا ده لتيجة عملية التمويل الدكتور يعني عملية تخفيض الفايدة بيسرع وبيرفع من معدلات التمويل التشغيل وده برفع القيم العدلة للأسهم ولا شايفها ده كزء من الاجزاء هو كل ما تنخفض الفايدة بتكون الشركات بتتجه انها تاخد تمويل وكوست بتاع التمويل بينخفض لجانب طبعا حسابات احنا يعني بنحسب القيمة الحقيقية للأسهم فيها حاجة اسمها كوست في اكوتي فده بيتأثر معامل الخصم كل ما الفايدة انقفضت فمعامل الخصم ده بنخفض على الاموال لقيمة الحقيقية والمستقبلية للاموال فبالتالي هو خبر عايز اقول ايجابي واعتقد ان هي دي خطوة من الخطوات القادمة اللي حممكن اتوقع للمركزي في الخطوات الجاية في الاجتماعات الجاية فاضل تقريبا اجتماعين قبل نهاية هذا العام اعتقد ممكن فيه تخفيض تاني ودوه هيكون اعتقد هتقبل من الامور الايجابية مع سباة الاهم جدا سباة التضخم في الارقام الموجودين الموجود فيها دلوقتي لجانب ان السوق بينتظر اخبار ايجابية تانية تتعالى لكن التسير الغاز سأتكلم حضرتك دي نقطة نقطة تانية ان هناك فيه انسحاب يعني اسبوع الماضي قرابة 25 مليار دولار من الاسواق الامريكية وفيه توجه كبير جدا الاسواق الناشئة علاوة على التقارير الدولية عن اداء الاقتصاد المصري الايجابي يعني شايف حديك ازاي ونازل النقر تتكاتف يعني الارقام خروج الاموال من الاسواق العالمية هي حتى الام مش دقيقة يعني محدش يقدر يقوه هي الارقام خرجت من ايه وحتى واضح الارقام خرجت من الاستثمار في الدهب يعني حتى الاستثمارات في الدهب كان وصل لاعلى رقم في التاريخ ودلوقتي فشل ان هو يوصي بفوق 200 دولار بقى 1900, 1160, 1150 فعايز اقول الاستثمارات ابتدت تخرج الكاش يبتدى يخرج من بعد الاستثمارات السوق المصري في وسط بالاميرجنس ماركت والاسواق الناشئة هو بيعبر على اقتصاد المصري واقتصاد المصري هو متماسك مش احنا بقول كده هي التأرير العالمية كلها على اقتصاد المصري هو متماسك في زل الظروف العالمية اللي احنا موجودين فيها اي نعم احنا في المحليين بنممكن نحس ان فيه طباطق لكن العالم بره شايفنا بنظرة مختلفة عنها مختلفة ان احنا تأرير الاقتصادية على سوق المصري او الاسف بس دي الوقت هو معلش الحاكمنا طب لعب حضرتك لاتي فيه ناس شايفة او بعض المحللين شايفين ان هناك هيكون بداية انطلاق للمؤشر الرئيسي على المدى القصير والبعض عنده حالة من التخوف للرجوع ربما لتأمان تلاف نقطة يعني شفناها في بعض التحليلات يعني شايف حالك الاسبوع القادم هيكون الاداء شكل ايه لا يعني انا عزة كام جزء تاني فكرة تأمان تلاف نقطة دي هي سابقا ان احنا نتكلم فيها وهي مش في محلها في الوقت الرغم او نتكلم على مدى يعني او حتى يمكن المدى خلينا في المدى العام المتباك من السنة اللي هما الشهرين باقيين استبعت طبعا تماما ان احنا نوصل لهذه النقطة واحنا عندنا منطقة الدعم المهمة 10,800 اقصى تأدير من وجهة نظر لو كسرت 10,500 مع حالة الاكيومونيشن او التجميع في الاسهم القيادية هي ممكن تدفعنا تاني الاعلى مرة طوية دكتور احمد العطيفي الخبير الاقتصاد وخبير اصواق المال انا بشك حاجة شكرا جزيلا وبعتذر عن ضيق وقتنا في حالاتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشترك اليوم برنامج مؤشرين اللقاء في حلقة الغد فريق عمل جديد شكرا جزيلا شكرا جزيلا